كثير من الأصدقاء والمتابعين كان بيوجه اللوم لقناة مصر وإحنا بنناقش ملف روسيا وأوكرانيا في أعقاب تفجر أزمة روسيا وأوكرانيا لما إحنا كنا دايماً بندعم الجانب الروسي كان البعض بيتهمنا بأن إحنا موالين لروسيا والبعض كان أساساً بيهاجمنا وبيقول حرم عليكم أنتوا إزاي تقبلوا أن دولة تجتاح وتغزوا دولة أخرى كنا بنرد عليهم ونقول لهم لا دا مش غزوا دا محاولة أن روسيا بتعدل الميلة وبتدفع عن أمنها القوم وداء حقها خاصة وأن تحركات النيتو في قلب أوكرانيا كانت تحركات مستفزة جداً والتحركات دي كانت بتستهدف تفكيك روسيا وتدمرها والقضاء عليها تماماً بالأمس كان في معلومات مخابراتية بدأت تتكشف عن الدور الأمريكي من أجل إشعال أزمة روسيا وأوكرانيا سعياً لتفكيك وتدمير روسيا يعني بعد مرور أكتر من سنتين بالضبط من تفجر أزمة روسيا وأوكرانيا بدأت المعلومات تتوالى عن نفس المعلومات اللي احنا أكدناها في السابق واللي بتؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تسببت في هذه الأزمة سعياً أو وصولاً لهدف تفكيك روسيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بحضرتكم معكم أحمد عبدالهادي من قناة مصر بعد مرور أكتر من سنتين بالضبط بدأ الكثير من التقارير الدولية تضع النقاط على الحروف في أزمة روسيا وأوكرانيا الناس اللي كانت بتهاجم قناة مصر عبر مئات الحلقات السابقة اللي بنناقش فيها أزمة روسيا وأوكرانيا أخبر حضرتكم إيه؟ كانوا بيحاولوا أن هم يتهمون بالموالاة لروسيا وإن حرام ما ينفعش أنه كنتوا تدعموا أساساً أو تؤيدوا أو تقفوا في الصف على الرغم أننا ما وقفناش وتقفوا في الصف روسيا اللي هي الدولة الغازية لأوكرانيا لأن أوكرانيا يا حرام دولة مهيدة وضعيفة الجناح ومكسورة الجناح وده الدولة أساساً المفترض جداً لأن روسيا ما كانتش تخترقها قلنا قلنا كتير جداً وجبنا معلومات بشكل غير عادي شوفوا حضرتكم التصريحات بتاعة ضابط الاستخبارات الأمريكي المتقاعد سكوت رايتر الراجل ده راجل عقر كان في مركز صناعة القرار المخابراتي في قلب الولايات المتحدة الأمريكية قلب الحرف الواحد إن أمريكا هي اللي خططت لتنفيذ الانقلاب في أوكرانيا سنة 2014 بهدف إثارة الحرب مع روسيا والإضرار بكل الإمكانيات بتاعه كان النظام الأوكراني موجود ومستقر النظام الأوكراني ما قبل 2014 كان نظام مبرم اتفاقيات مع روسيا بمختضى هذه الاتفاقيات المسائل متفل وعشرة وروسيا وأوكرانيا سمنة على عسل سنة 2014 وجينا بأن الولايات المتحدة الأمريكية نفذت انقلاب في قلب أوكرانيا بمقتضى هذا الانقلاب جابت النظام الموالي للولايات المتحدة الأمريكية واللي بدأت تخطط معاه إزاي أن يحصل تدمير لروسيا وتفكيكها منذ عام 2014 لحد عشرين اتنين وعشرين كان الرئيس الروسي فلادمير بوتين بيلح على كل الدول الغربية ودول النيتو الكلام ده ما ينفعش أنتوا بدأتوا تدعموا أوكرانيا بالأسلحة أنتوا كده بتدخلوا في الشأن الأوكراني أنتوا كده بدأتوا تدخوا أسلحة في قلب أوكرانيا أنتوا كده بدأتوا تتوسعوا ناحية أوكرانيا وبالتالي لن أسمح بأن تكون موسكو في مرمى صواريخ حلف شمال الأطلسي النيتو ثم أبراموا اتفاقية مع فلادمير بوتين رئيس روسيا كل الدول الأوروبية ودول النيتو أبرامت هذه الاتفاقية أطلق عليها اتفاقيات منسك بمختدى هذه الاتفاقيات يخرج كل أعضاء النيتو من قلب أوكرانيا يتم وقف الدعم الموجه لأوكرانيا يسيبوا أوكرانيا في حالها مقابل أن روسيا خلاص هتحافظ على أمن وسيادة أوكرانيا لحد ما فوجئنا بأن إنجيلا ميركل المستشارة الألمانية اعترفت بعض متلسانها وقالت ده احنا دحكنا على فلادمير بوتين وخدعناه ونصبنا عليه احنا أوهمناه أن احنا وقعنا على اتفاقيات منسك لكن هذه الاتفاقيات كانت بمثابة تضييع وقت في سبيل أن احنا نعيد دعم أوكرانيا بالأسلحة ونعيد تسلحها مرة أخرى بما يؤدي في النهاية أن هي تحقق انتصار على روسيا فضل يدعمه في أوكرانيا عشان تنتصر على روسيا ده الكلام اللي قالته إنجيلا ميركل طيب يعني معنى ذلك أنت كنت بتنصب علي معنى ذلك خدعتوني معنى ذلك أنت معدتش أساسا أهلا للثقة فلادمير بوتين بعت مرة تانية وتالتة وربعة لدول الناتو اخرجوا من أوكرانيا في اتفاقيات بين وبينكم في اتفاقيات قديمة منذ عام 1991 ما بين الاتحاد السوفيتي القديم وما بين دول الناتو قال لا يتوسع الناتو شرقا في اتجاه أوكرانيا وروسيا مقابل الاستقرار والهدوء والسلام جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية قال بالحرف الواحد ألا يرى فلادمير بوتين أنه ليس في موضع من أجل فرض الشروط يعني أنت موقفك ضعيف جدا يا فلادمير بوتين أنت زي متصور أن حلف شمال الأطلسية يقبل الشروط بتاعتك وحدث ما حدث فلادمير بوتين اكتشف أن معادش ينفع أن أساسا توسح حلف الناتو في قلب أوكرانيا ومن ثم قرر أنه يكون صاحب الضربة الأولى ويحافظ على سيادة وأمن روسيا القومي حدث ما حدث يوم 24 فبراير 2022 لحد تاريخ النهاردة دا اللي بيؤكده ضابط الاستخبارات الأمريكي المتقاعد سكوت رايتر وقال بالحرف الواحد أن نائبة وزير الخارجية الأمريكي المستقيلة فيكتوريا نورلاند لم تأبه طوال مسيرتها السياسية للحلول الدبلوماسية ولطالما كانت منخرطة في عمليات سرية جوة أوكرانيا تستهدف زعزعة استقرار روسيا تخيلوا يعني أمريكا كانت شغالة على قدم وثق في قلب أوكرانيا ضد روسيا ثم بيقول الآن وعند الحديث عن كيفية اشتعال هذه الحرب بين روسيا وأوكرانيا احنا عارفين كويس جدا أن هي بدأت لأن نورلاند أرادت ذلك اللي هي نائبة وزير الخارجية الأمريكي المستقيلة هي كانت عاوزة الدنيا تولع بسبب أن هم يدمروا روسيا فقد بدأتها بدأت الحرب يعني لإضعاف روسيا وخلق الظروف المناسبة لتدمير اقتصاد روسيا وأوضح سكوت رايتر أنه لتحقيق الأهداف السابق ذكرها تم تنظيم انقلاب سنة 2014 في أوكرانيا ومن ثم نشر خلايا تبع لوكالة الاستخبارات الأمريكية المركزية السي اي اي في جميع أرجاء أوكرانيا شفت حضرتكم المخططات كانت إزاي؟ يعني حضرتكم فلاتبير بوتين كان بمثابة رد فعل يعني هو اللي كان بيدافع عن نفسه في مواجهة التحركات الأمريكية العسكرية والمخابراتية في قلب أوكرانيا ولفت إلى أنه كان من المفترض أن تعمل 12 قعدة استخباراتية أمريكية على زعزعة استقرار روسيا عرفت حضرتكم مين اللي بدأ الحرب عشان الناس اللي كانت بتهاجمنا يترى أخبار حضرتكم ايه بعد التصريحات المخابراتية دي طبعا في ضيحة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى بخصوص تحركات الولايات المتحدة الأمريكية استخباراتي أمريكي يكشف كيف خططت واشنطن لانقلاب أوكرانيا وهدفها منه أعتقد بعد ذلك الذي يقيل أعتقد ما فيش حد بقى يقول أنت إزاي أنه كنتوا بتدعموا روسيا على الرغم أن احنا ما بتدعمش روسيا بالمناسبة يعني إحنا بنكشف الحقائق فتبدو للمتابع اللي هو مش واخد باله أن ديت أساسا دعم الروسيا زي ما احنا مثلا نتكلمنا كده أن سكوت رايتر فضح طور الولايات المتحدة الأمريكية في قلبه أوكرانيا فيبدو للبعض إيه ده أنت بتدعم روسيا كده ليه لا ساعتك هو مش تدعم لروسيا إنما هو كشفا للحقائق كما تنتهج دائما في قناة مصر اشتركوا في القناة